اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يظلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقظون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم هم مسنفا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفذ لكم رسول الله لنوه لهو رؤوسكم لهو رؤوسكم ورأيتهم يصدون وكم مستكبرون هم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا ينزل قوم الفاسقين أم لم تستغفر لهم 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 تقولون لإن وجرنا إلى المدينة ليقردنا لن أعز من الأذن ولله العزة ولرسول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يظلمون يا أيها الذين هاملوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلكم 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 من قبل أن يأتي أخذكم الموت لا تلكم لا تلكم لا تلكم لا تلكم فأصدق لكم من الصالحين ونن يؤثر الله نفسا إذا جاء أجلوى والله خبير بما تضمنون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الأمد وهو على كل شيء قدير والذي خنقكم فمنكم كافروا والله بما تضمنون بصير خلق السماوات والأرض والأرض بالحق وصوركم فأختن صوركم وإليك اللصير يغلم ما في السماوات والأرض ويغلم ما تشرون وما تعلنون والله أليم بذات الصدود ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم فذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلكم بالبينات فقالوا فقالوا البشر يهدون در فكفروا وتعونوا وتعونوا والله غني حبيب جرم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن فيما عملته وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويضمى الصالح أن يكفر عنه سيئاتي ويدخل جنات ويدخل جنات ويحفر عنه سيئاتي ومن يسير ومن يسير ومن يسير الله صحيح ذلك الفوج العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار طالدين فيها وبئس المصيد ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبا والله بكل شيء عليم وأطيعهم الله وأطيعهم الرسول إن توليتم فإنما ولا رسول من البلاغ المبين الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروهم وإن تغفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رسول رحيم رسول إنما أموالكم وأولادكم فتنا والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما اتطعتم واسمعوا أطيعوا وأنفقوا خيرا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشع نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يقشع نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن هذا القرآن يهديه للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم هكذا يا الأخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تأثر من آيات الله بينات من سورتي المنافقون والتغاب تلها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء وكانت في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه بمدينة القاهرة ترجمة نانسي قنقر